أخيات طبعا أنت اقتبست آية عن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كاثرين في آية تانية كمان بحبها كتير لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك طالما ركزنا على المسيح ابن الإنسان وإذا ممكن ولو برسالة قصيرة يعني الناس اللي عم تسمعنا بقول لك أوكي أنا سمعت كل هذه الألقاب الجميلة كيف أخلص تمام حقيقة شرط إلى هذه الآية الجميلة ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص مرة تاني جاء لكي يخلص لكن لما يقول يطلب ويخلص يعني هو بممد إيده وعليك يا من ترى يده ممدودة وتسمع صوته أن أنت تقبل العطية من يده فتخلص يعني الآن ونحن نتكلم عن المسيح كابن الإنسان كل البشر من يسمعون المسيح مد إيدي لهم القرار في إيديهم أن كل واحد يفتح قلبه ويمد إيده ويقبل الخلاص من يد المسيح فيقبل المسيح ربا ومخلصا لا خلاص إلا بقبول اليد الممدودة من المسيح بالخلص آمين 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 شكرا جزيلا أخ عياد ربني بارك ويبارك خدمتك وطبعا وعد الرب يسوع المسيح الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة ورب يسوع وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا مكتوب أيضا وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه بكمل بقول الذين ولدوا من الله كل من يؤمن أن يسوع ابن الله فقد ولد ثانية أحبائي هذا موضوع في غاية الأهمية الموضوع هو ليس فقط أن حديثنا عن تميز المسيح بشكل عابر ولكن نحن نتكلم عن جلال عن مجد وعن أمر يعتبر من أهم الأمر في حياة الإنسان هو خلاصك وأبديتك إيمانك بالرب يسوع اليوم بيحتم أبديتك ومصيرك الأبدي فاسمعنا الشرح يعني بشكل مباشر مبسط جميل حتى لا يكون أي عذر أمام أي شخص فهي دعوة لأن تقبل المسيح ألا تفكر معي كم كلفت يسوع المسيح أن يتخذ جسد في ملء الزمان أن يتواضع وأن يذهب إلى الصليب من أجلك ومن أجله ويقدم خلاص كامل لكنه هزم الموت وقام من الأموات وهو حي وهو يدعو كل من يقبل إليه يمكن أنت في البداية مش فاهم هذا الأمر ولكن إذا أنت بتتواضع أمام الله الرب بيفتح ذهنك بيفتح عينك وبيفتح قلبك عندها تستطيع أن تقول كنت أعمى والآن أبصر كنت ضالا فوجدت من الرب ربني باركك ترجمة نانسي قنقر